بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا متابعين الكرام يا رب تكونوا بخير و بصحة جيدة معكم من صفحة قناة يتيوك اللي بيسمعنا الأول مرة و عجب الفيديو ما ينساش اشترك و فعل القرس حابة عرفون في قناة ثانية اسمها يتيوك معرفة يمكنكم الوصول إليها عن طريق بطح قناة يتيوك افتحوا هذه القناة عند الصفحة الرئيسية أسفل الفيديوهات عند الفيديوهات مميزة حتى تجدوا القناة الثانية اشتركوا في قناة يتيوك و يتيوك معرفة لا تنسوا اللايك و الكومنت الحلو للقناة اليوم تعبير عن زيارة معلم أثري معلم الهقار الأثري سنة رابعة و سنة خامسة ابتدائي يبقى يعجبكم عندنا سند وتعليمة السند قرأت عن معلم الهقار الأثري تعليمة اكتب نصة من ست إلى ثماني أسطر تصف فيه هذا المعلم من حيث الموقع والطقس والمميزات موظفا ظرف مكان أو أكثر شمالا جنوبا شرقا غربا أي ظرف مكان ممكن ظرف و ممكن يزود أكثر من ظرف دي وضعية عن الصف رابعة و خمسة جدائي هنتكلم عن معلم الهقار الأثري الوضعية من ستة لثماني أسطر لا يزيد عن ثمانية ولا يقل عن ستة نحترم اللي هو طالبه هنوظف ظرف مكان واحد ممكن واحد أو أكثر و هنصف هذا المعلم من حيث الموقع عفوا من حيث الموقع و من حيث الطقس و من حيث المميزات نصل كده على حل هذه الوضعية مقدمة و عرض و خاتمة هو طالب النيناء نص نصا مقدمة و عرض و خاتمة مقدمة أترك بياط بداية المقدمة معلم لها قار الأثري هو متحف طبيعي وسط صحراء الجزائر معلم لها قار الأثري هو متحف طبيعي وسط صحراء الجزائر مقدمة كده سطر كده جعلتها سطر لأنه طالب عندنا الوضعية قصيرة الوضعية قصيرة من ستة لثمانية يعني ممكن نجعل المقدمة سطر أو سطران لأكثر و ممكن نجعل الخاتمة السطر أو سطران ما نزودش و الباقي نجعله في العرض لأن المقدمة و الخاتمة بتكون قصيرة و الأكثر بيكون في العرض جعلت هنا المقدمة سطر معلم لها قار الأثري هو متحف طبيعي وسط صحراء الجزائر جعلت المقدمة ممكن تعريف الموضوع أو لمحة عن الموضوع أو نأخذ من السند أنا جعلت تعريف كده للموضوع أو مطحف طبيعي وسط مكانه وسط صحراء الجزائر هنا عندينا ممكن نأخذ من السند بس الطريقة أخرى ممكن نقول بدل قرأت أنا أتكلم عن نفسي قرأت قرأت عن معلم الهاقار الهاقار الأثري واليوم سأخبركم عن دي مقدمة دي مقدمة كده ممكن نخلين نجعل دي كده مقدمة أترك بياط قرأت عن معلم الهاقار الأثري واليوم سأخبركم عنه دي مقدمة وهذه مقدمة تختار المقدمة التي تعجبكم أدخل كده على العرض أترك بياط الهاقار منطقة جبلية تقى في أقصى الجنوب الشرقي بالجزائر بولاية تيمرا ست تيمرا ست رب يكون بانطقها بطريقة صحيحة أنا لست من الجزائر رب تكون جريتا صحيحة وتقص الهاقار حار صيفا حار صيفا بارد ومتجمد ليلا في الشتاء وتقص الهاقار حار صيفا بارد ومتجمد ليلا في الشتاء والأمطار فهي نادرة ومتفرقة والأمطار فهي نادرة ومتفرقة تتميز منطقة الهاقار بأنها توجد بها أحد أعلى القمم تتميز منطقة الهاثار بأنها توجد بها أحد أعلى القمم وهي قمة تاهات آتاكور وكذلك أحد أجمل الممرات في العالم وهو ممر الإسكرام وأيضا الكذبان الرملية والصخور الغريبة العرض انتهيت من العرض أضع نقطة ماذا كتبت في العرض؟ كتبت المطلوب منينة في التعليمة يريد الموقع ويريد الطقس ويريد المميزات موقع المعلم وطقسه ومميزاته ذكرتها كده في العرض أدخل على الخاتمة الخاتمة جعلتها سطر أترك بياط أتمنى زيارة أتمنى زيارة الهاقار أتمنى زيارة الهاقار لأنها من الأماكن السياحية الجذابة أتمنى زيارة الهاقار لأنها من الأماكن السياحية الجذابة سطر كده جعلتها تمني سطر ممكن المقدم بتكون نصيحة أو استشهاد أو حكمة أو تمني أو دعاء أو ممكن نجعله أسلوب تعجب ممكن نقول ما أجمل فما أجمل معلم الهقار الأثري وما أروعه كده مسلوب تعجب جعلناها في الخاتمة الخاتمة تكون قصيرا نترك بياغ في بداية الخاتمة أضع نقطة نلتزم بعلامات الترقيم علامات الترقيم هي علامات الوقف الفاصلة الفاصلة والنقطة والفاصلة ودي فاصلة ودي فاصلة ونقطة تمام عندنا توظيف توظيف ذكرنا هنا الموقع التقصي المميزات هنوظف ظرف مكان يريد ظرف مكان أو أكثر عندنا وسط ظرف مكان وعندنا أعلى ممكن نختار وحدنا ذكرت وسط تمام في أكثر من ظرف مكان ونضع خط تحته إذا أراد إذا طلب من نينا وضع خط ممكن نضع خط إذا كده ذكرت المطلوب من نينا في التعليم يا رب الفيديو يعجبكم أشكركم على حسن الاستماع واترككم في رعاية الله وحفظك كانت معكم مصطفى قناة تيوب أراكم في الفيديوهات القادمة إن شاء الله واترككم في رعاية الله وحفظك مع السلام لا تنسوا اللايك ولكومنت الحلو للقناة طالما أنتم بتستفاد أو بتأخذ التعبير أمن عليكم لو استفدت أو خذت التعبير وإمننا اللايك ولكومنت الحلو للقناة يلا مع السلام شكرا